السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه احنا النهاردة هنعمل طريقة التين صنصال بطريقة سهلة جدا ومكونات موجودة في كل بيت بس ياريت قبل من اتراجع الفيديو نعمل سبسكرايب ونفعل علامة الجرس وللسه من دهست علامة اشتراك ياريت تدوس علامة اشتركه عشان يوصلكم كل جديد اللي هي العلامة الحمرة مكتوب عليها اشتراك او سبسكرايب وتعالي نقول المكونات مع بعض معانا كوباية من المية من نفس اي مقدار اللي انتو عايزينه انا اخدت من فنجان الشاي فنجان مية نفس المقدار منه دقيق ومعلقة معلقة ملح اللي هي ربع فنجان ملح ومعلقة من الخل الابيض ومعلقة من الزيت ومعايا آآ لمونة ومصفة وزي ما انتو شايفين المعلقة بمقدار آآ ربع فنجان ربع فنجان من فنجان القهوة زي ما انتو شايفين كده بالزبط انا قلتلكو هو معلقة من الملح الابيض معلقة من الخل معلقة من الزيت ومعايا الوان آآ طعام صحية انا جايبها الوان طعام صحية عشان دي طبعا للاطفال لو اي طفل طبعا حطها في بقه وارد جدا هو يحطها في بقه او يأكل على طول بعد ما يلعب فده مش خطر ابدا آآ المهمة ومعايا اللي هي توصم او حلة آآ دي هضيف فيها المكونات عشان المكونات دي هخلطها مع بعض ولازم بعد ما اخلطها احطها على النار المهم هصبر المكونات كلها مع بعض اللي هي كبات المياه مع كبات الدقيق مع معلقة الخل مع معلقة الملح مع معلقة الزيت بعد كده لازم يا جماعة اعصر اللمونة لازم اصفيها من البذر ومن الشعيرات اللي بتبقى فيها عشان انا عايزة تنزلصال او الاسلايم بتاعي يبقى صافي ما يبقاش فيه اي كلاكيع او اي حاجة تمام انا زي ما قلتلكو آآ ضفت المكونات كلها مع بعض في حلة عشان لازم هحطها على النار بس طبعا قبل ما حطها على النار لازم هديها تقليب جامد لازم يبقى سايح معايا خلص زي البشاميل اللي كده ملمس البشاميل بيبقى ملمسه تقل شوية سايل بس تقل شوية لازم اخلطه خالص لازم يكون من غير كلاكيع كله المكونات تضب مع بعضها المهم دلوقتي انا هون رفعت بعد ما دوبت كل المكونات مع بعضها رفعتها على النار الحلة بتاعتي وهوطي بصو النار بس هوطي عليها خالص خليها هادية ولازم اقلب اثناء ما هي كانت موجودة على النار هقلب تقليبها بعد كده هسيبها شوية مقدار دقيقة هلحس ان الملمس بتاعي زي ما انتو هتشوفوا معايا دلوقتي هيبتدي يتقل لازم اقلب عشان ما يحروقش مني لازم اكون على البوتاجاز ما سيبهاش وامشي عشان تطلع معايا مظبوطة وزي السلايم والتين سنصال اللي انا باشتري من بره بالزبط تمام وزي ما انتو شايفين دلوقتي اهو الملمس بقى تقيل ابتدي كل ما ده كل ما يتقل معايا انا مش عايزة الملمس ده لسه هفضل اقلب فيه تاني طبعا وكل ده النار هادية هفضل اقلب تاني لحد ما لمسه يبقى زي العجين بصوا ابتدي ياخد ملمس العجين ازاي زي ما انتو شايفين ويتلم معايا ابتده يتلم معايا من الحلة تمام اهو كل ما مادة كل اللي انا عايزة ده الملمس اللي تحت ده ده اللي انا عايزة ان العجينة كلها توصل نفس الملمس انا هافضل اقلب فيه لحد ما كله يتلم معايا يبقى بالمنظر ده شايفين اتلم معايا كله بقى عامل زي عجينة تتين سنصال بالزبط ده الملمس اللي انا عايزة اوصله المهم هسيب العجينة دي تبرط طبعا زي ما انتو شايفين بصوا سهلة جدا عملا زي عجينة التين سنصال المهم بعد كده هسيبها تبرط في طبق عادي جدا واقسمها حسب الالوان الموجودة عندي انا عندي مثلا لونين فانا اسمتها الكورتين بعد ما بردت طبعا وهضيف انا حطيت في الالوان الطبعية طبعا بتيجي بغطا لكن انا بستخدم لها الاضطار اللي بتبقى في الادوية دي والفيتامينات آآ بسيبها بخسلها وبسيبها آآ بتبقى سهلة لي ان انا اقطر قطرة آآ مقدر سنتي كده وهقوم عجنة عادي العجينة بتاعتي بحيث ان الالوان كلها آآ تدخل في العجينة بتاعتي كلها زي ما انتو شايفين ان اللون الاحمر بصوا بقى عامل ازاي اختلط مع العجينة بتاعتي كلها ده اللي انا عايزة اوصله وفي نفس الوقت انا معي اللون اخضر هعمل برضو قطارة قطارة كاملة آآ وهبتدي اعجن زي الاحمر بالزبط بحيث ان انا هيكون عندي عجنتين تنسنصال آآ من اللونين مختلفين وهفضل اعجن واهم حاجة العجينة بتاعتي تكون برده بعد ما برتت وعشان تبقى سهلة بالنسبة لي وزي ما انتو شايفين الملمس تنسنصال بالزبط وجميل وسهل العجن وحلو جدا آآ وهتشوف دلوقتي آآ ممكن هشكله ازاي بمنتهى السهولة والاطفال هيفرحوا بي جدا وزي ما قلتلكو هو آمن جدا على الاطفال مفوش اي مكونات آآ صناعية كله طبيعي وسهل جدا بالنسبة لي وبهيتشكل بمنتهى السهولة وزي ما انتو شايفين بتصبت تشكل معي وعمل لي اشكال تحفظي تنسنصال بالزبط مش محتاج ان انا اشتري تنسنصال من بره لأ وآآ ده حلو جدا اي اطفال يا جماعة ممكن يستخدموه بعد سن السنتين عادي مفيش خوف خالص منهم ان هو لو حطوا في بقود عبارة عن دقيق يعني وخلوا لمون فآمن بالنسبة لي وآمن الاطفال وآآ شفتوا الاطفال اللي عبوا بي والحمد لله تلع ناجح معي ميف المية واشوفكم ان شاء الله في وصفة جديدة مع الف سلامة واشوفكم على الف خير